اشتركوا في القناة 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 info france-argeo-arobas-vfslp.com للإبلاغ بتاريخ الموعد الاول وتاريخ الموعد الجديد ويمكن للعملاء الاختيار اما باستيراد رسوم الخدمة او الحصول على بطاقة خينيوم لونج باس وتجدر الإشارة الى ان تقديم رسالة تأكيد الموعد القديم وكذلك ايصال الدفع في بيديال في لابانك بيديال الزاميين للاستفادة من احد الخيارات المذكورة اه ذكروا نحط لكم الكونتيني هذا التوضيح اخواني اخواتي هذا البيان ونروحوا للنقطة الموالية رحينا هدرو شوية على الاجراءات المفروضة على الوافدين بمطار هواري بومدين اكد ححاد عميروش رئيس مصلحة وحدة ومراقبة الحدود بمطار هواري بومدين ان الاجراءات المفروضة على المسافرين تبدأ من خارج الجزائر وقبل السعود على متن طائرة العودة واضاف حداد لقناة النهار انه يمنع على جميع الركاب دخول الجزائر الا بتقديم اختبار سلبي بي سير لأقل من ستة وثلاثين ساعة ولد الوصول يمر المسافرين على كاميرا حرارية للتأكد من حالتهم الصحية يعني الى حد الان خالت اخواتي اراهم ما فرضوش الجواز التلقيح في الطائرة اللي توجو لفي سير دو تخونت سيزهور وقال ذات المتحدث ان جميع المسافرين اخضعون الاختبار مستضد سريع تست انتجيني كغابيد بدون استثناء تصل مدة اجراءه الى عشر دقائق حيث يتم تسريح الاشخاص الذين تكون نتيجتهم سلبية واكد حد عميروش ان الاشخاص الذين تثبت اصابة فيروس كورونا يتم تحويلهم لاماكن خاصة اين يتم فحصهم طبي وايزامهم على الحجر الصحي الذاتي لمدة عشرة ايام مع اخذ الادوية اللازمة وفي حال تكتشاف حالة ايجابية من ضمن الركاب قال المتحدث انه سيتم بالاتصال بجميع الركاب الذين كانوا في متن نفس الرحلة لاجراء تحاليل فورية بالرجوع الى النماذج الصحية التي يقدمها هؤلاء قبل سعودهم على متن الطائرة قبل الاقلاع وكشف ان المصالح الطبية بمطار هواري بومدين تقوم باجراء ازيد من الف وخمسمائة فحص طبي يومي باشرف طاقم طبي يعمل على مدار اليوم يعني 24 ساعة ل24 ساعة اريد ان اخبركم اخواني اخوتي ان الاسعار في هذه الايام راه طارت في اسما يخوتي اللي يعود مهوش مضطر غير مكان اللي شريهم سخته مع الجوية يعني راه غالية بزف اللي راه ضعفت من سخته سخته من فرنسا الى الجزائر وهذا لسبب يعني اقتراب العطلة واقتراب شهر رمضان كذلك لهذا رهم يرفعونا في الاسعار يعني من فضلكم كل ما خف الطلب يعني مخافضة الاسعار من فضلكم خوتي ما تشريوش في هذه الاوينة باسكورة غالية بزف فلا هذه هي الرحول للنقطة الموالية وهي تعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفقة مراقب الاتحاد الافريقي قمة الاتحاد الافريقي تعلق بالاجتماع قرار منح الكيان الصهيوني صفات مراقب الاتحاد الافريقي وتقرر تشكيل لجنة ضم رؤساء سبع دول افريقية بينهم رئيس الجمهورية سيد عبد مجيد تبون تتكفل بإعداد توصية تقدم لقمة الاتحاد للنظر في القضية فلا خاوتي هذه يعني لحد الساعة وإن شاء الله انتمنى راني انفيدكم بهذه المعلومات تسمحوا لي راني ما نحط لكم فيديو بزي بس راني والله ما راني مليحة من قصة الطفل مسكين رايين يعني كلنا تأثرنا وكلنا كشعب جزائري وكشعب مغربي وكشعب في العالم كامل لشان كل يهاضروا عليه وتبعنا الخطوات المباشرة يعني من الاول من اليوم الاول حتى اليوم خرجوا مسكين وحتى توفى ربية ونوسى عليه ورب يصبر والدي ان شاء الله وخاصة خاصة امه يعني اللي تقسم القلب والله يغي تقسم القلب ونطلب من الناس اللي قرب لها يعني يعرفوها وننسوها ما يخليوهاش وحدها هكذا ينسيوها اموها كما يقولوا باش تنسى شوية ونشكر الناس كامل سيخت وسيخت الناس اللي خدموا والناس اللي حفر بيعطيهم الصحة ويطول لهم في عمارهم ان شاء الله نقول لك بخوتي بقاوا على خير ونهار كمزيل ان شاء الله و بون ويكاد و بون كوراج بور دو ما شاء الله بون سمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته